لم يكن لمصيبة مثل مأساة المخفيين قسرا أن تمر مرور الكرام في دولة غير العراق في وضعه راه ليس من قبيل الصدفة ولا حتى الإهمال أن يستمر آلاف العراقيين في البحث دون جدوى عن ذويهم الذين اختطفوا على مرأة ومسمع العالم المحتفل آنذاك باستعادة السيطرة على المدن العراقية لكن ما حدث في الواقع أن بدل الإرهاب الملثم بإرهاب مكشوف الوجه ترعاه الدولة آلاف المغيبين من الأنبار وصلاح الدين وحزان بغداد ونينوة اختطفتهم الميليشيات خلال العمليات العسكرية ولم يؤثر لهم على أثر سوى مقابر جماعية تكشف بين الحين والآخر أما مصير الباقيين فهذا أحد زعماء ميليشيا الحشد المدعو أبو عزرائيل يكشف عن الجريمة ويقر بارتكابها والله يخابروني هواي من أبناء السنة يقل لي أخوي أنا أجو أحتقله وأخوي من 2015 بل كتشوفه بالمعتقلات قلت له ولا ماكو قلت له ماكو معتقلات لو بالناصرية إذا ما أخذينه منه لو الجهاز لو الجيش أما غير ناس مكتون لأن ماكو قاع في سحقة الأخضر واليابس الأخضر واليابس لعلها كلمة حق على حين غفلة خرجت منه لتصور ما قالت الحكومة عنه تحريرا وأثبتت الوقاع أنه تدمير منهج آخر معالمه المقابر الجماعية وتلك المأساة استخدمتها الجهات السياسية بأبشع الطرق فتارة تساوي بها ذوي الضحايا وأخرى تجعلها مادة انتخابية رخيصة لتتاجر بدماء 1700 رجل أخفي من ناحية الصقلاوية في الأنبار وحدها والأدهى من ذلك أن تعمل الحكومة على تبرئة القاتل فلا تسمح لأحد بالوصول إلى المقابر الجماعية لا سيما أنها تقع في مناطق سيطرة القوات الحكومية والميليشيات ولم يصلها تنظيم داعش شواهد الجريمة تبدو مكتملة ابتدأت بمقابر جرف الصخر التي دفنت جثثها ونسبت لمجهولين ثم مقبرة الفرحاتية في صلاح الدين والآن الصقلاوية في الأنبار لم ينقصها سوى إقرار القاتل مع توافر الأدلة وها هو اليوم يقر بذلك غير أن القرار السياسي في العراق لا يعجز فقط عن محاسبة المدان بل عمل على إظهاره بلباس الضحية على أن يقتنع العالم ويسكت أولياء الدم وتلك أمنية لن تتحقق طالما يصدح صوت المظلوم ليهز أركان الظالم ترجمة نانسي قنقر